افتتحت محافظة ديالا مشروعا للصرف الصحي وتدوير المياه في الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة ويأتي الافتتاح بعد سنوات عدة من وضع حجر الأساس للمشروع الذي بلغت كلفته ستين مليار دينار ويخدم نحو مئتين وخمسين ألف مواطن وعزت وزيرة الإسكان والأعمار أن نأفع خلال حضورها الافتتاح التأخر الحاصل في الانتهاء من المشروع إلى تلك الشركات المنفذة كما وعدت بمتابعة مشاريع وزارية عدة ستنفذ في محافظة ديالا سيارتنا اليوم لأجل افتتاح مشروع مجاري الشرق البعقوبة هذا واحد من المشاريع التي تم تميلها بموجب قرار 89 التي استحصلنا لاستئناف عدد من مشاريع الماء والمجاري اليوم هذا أول مشروع نفتتحها من المشاريع اللي يمول بيهموجب هذا القرار تم تمويلها بسنة 2017 بنهاية 2017 وقدرنا نموله أيضا بموازنة 2018 هذا المشروع يخدم 250 ألف نسمة من أهالي شرق بعقوبة حقيقة اليوم نبتهج أنه وزارة العمار والإسكان والبلديات تفتتح محطة معالجة شرق بعقوبة بعد أن استطلعنا مع معالي الوزيرة على المشاريع المتوقفة بالنسبة للعائدة للوزارة عددنا خيرا بأنه ستكون هناك متابعة جدية لهذه المواضيع وخصا المشاريع التي فيها نسب إنجاز جيدة نقشنا واضع واقع الماء في بعقوبة وكذلك واقع المجاري خصوصا أنه لديهم معالي الوزيرة والسيد الوكيل لديهم الطلاع كامل على مشاكل المجاري في مدينة بعقوبة لذلك وعدونا خيرا إن شاء الله وهذه الوعود إن شاء الله ستكون فيها متابعة إدارة المحافظة والدواء الخدمية المعنية في هذا الموضوع مع الوزارة